يعتبر الاستجماتيزم من احد العيوب البصرية حيث لا يتجمع الضوء الداخل الى العين في نقطة واحدة وهو امر ضروري لوضوح الرؤية ولكنه يتجمع في اكثر من نقطة لا تكون اي منها على الشبكية انما كان تجمع الضوء يعتمد على حالة العصب البصري المصاحب للاستجماتيزم فاما قصر النظر او طول النظر الاستجماتيزم يسبب عدم وضوح الرؤية او الزغلالة وهو ينتج عن عدم انتظام القرانية وعادة ما تكون القرانية منتظمة عند اخذ قطاع عرضي فيها ولكن في حالة الاستجماتيزم تأخذ شكلا بيضاويا في العمر الصغير يمكن ان يكون هناك نسبة من الاستجماتيزم ولكن مع تقدم العمر قد يحتاج المريض الى عدسات لاصقة او نظارة طبية لتقليل نسبة الاستجماتيزم يصف الطبيب عدسات طبية اي نظارة طبية لتصحيح نسبة الاستجماتيزم وهو ما يساعد على تجميع الصورة على الشبكية ويمكن كذلك استعمال العدسات اللاصقة لنفس الغرض غير ان هناك الحل الامثال والاحدث تقنية الليزك وهي تقنية جديدة يتم فيها اعادة التشكيل القرانية لتكون الشبكية بالضبط هي بؤرة تجمع الضوء اشتركوا في القناة